على متهمة الأخوة عبد الحكيم أو الأستاذ عبد الحكيم ذكر قصة عين من عينات جمهور المجد وهم الماجدون الله أكبر فقناة المجد وجمهورها هم الماجدون فأحب أقول الماجدون مشاهد المجد التي صدحت بوقف الخير دونكم الثواب إما رأيتم للتصدق فرصة فتسابقوا فالأجر للجنات باب والله يجزي بل يضاعف أجركم ويقيكم الكربات في يوم الحساب إن القليل على القليل مبارك حتى لتحسب أنه هطل السحاب كنتم بفضل الله مزنا صيبا والوقف يشهد أنكم نعم الصحاب والله سلامتكم سلامتكم للشاعرة إن تاج ما شاء الله والماح الشاعرة إلى الريال فوق الريال معناها أنك من مطالب أن تدفع مبلغ عالي كل شخص يستطيع أن يشارك أن تنفق لمن؟ نفق لله لله سبحانه الله عز وجل غني عننا سبحانه وتعالى نحن الزقران لكن لو أنفق إنسان مثلا من باب التوضيح للناس لو أنفق إنسان ألف ريال وهو ماله كله واحد أنفق مليون وعنده ملايين ما هو أفضل عند الله هذا له أجر حتى المرعب المليون وهذا له أجر بس من هو أفضل؟ أكيد صاحب أغلب ماله أو ماله كله أو أنفق معنا النهي إن إنسان النهي ينفق ماله كله الأولى له يعني ما نقول النهي بس الأولى له أن ينفق يعني يعني يكثر حتى يبقيش لأولاده ولنفسه لكن لو أنفق كامل ما في شي فمش أفضل؟ هذا ولا هذا؟ هذا أفضل لماذا؟ لأنه أنفق كل ماله